موسيقى الله لم يفوض للخلق التشريع وإنما دعاهم إلى التفقح فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أنت اجتهد اجتهادا في فهم النص مو اجتهاد مقابل النص أكو بعض العامة حينما يصل مثلا إلى الذين حاربوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام مثل معاوية أمر بسب أمير المؤمنين ولعنه على المنابر والعياذ بالله يقولون إن معاوية اجتهد هذا أي اجتهاد إن هذا أسلم في سنة الفتح والرسول صلى الله عليه وآله خلى قاعدة أنه لا يبغض علي بن أبي طالب إلا منافق الذي حارب علي بن أبي طالب والذي أمر بلعنه وسبه على المنابر واستمرت كسنة أموية جارية وحسب صريح حديث الرسول هذا الرجل منافق فأنت تأتي وتقول لا اجتهد هذا اجتهاد باطل لأنه اجتهاد مقابل النص نعم يمكن فقيه يجتهد في فهم النص يخطئ في فهم النص يمكن لذا تشوف بعض الأحيان مثلا في الفتاوى هناك اختلاف لماذا اختلاف لأنه اجتهاد في فهم النص واحد فهم من هذا النص هكذا والآخر فهمه بطريقة أخرى يمكن ذلك مثلا أو واحد منهم رأى سند الحديث صحيحا والآخر رأاه مثلا ضعيفا فالأول استند إلى ذلك الحديث فأفتى به والثاني لم يستند إليه هذه اجتهاد في فهم النص أو في ثبوت النص أما النص الثابت من القرآن ومن الحديث واحد يجي يتركه ويجتهد من كيس نفسه لا حق له فإذا فعل ذلك كان ظالا مظلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة